أهلا بكم هي أشرس المعارك التي يخوضها الجيش مع الإرهاب الذي صنعته طبقة سياسية سهرت على تربيته ثم خافته وتجنبته وبلغت حد حمايته وتسهيل تهريبه حتى أصبح قوة ضاربة كلهم اليوم يرفعون الغطاء وهذا لا يعني سوى حقيقة واحدة أنهم أمنوا هذا الغطاء منذ البداية ثم نفضوا اليد التي صافحت ومولت وخرجت قادة محاور وثم قادة إرهاب من رتبة داعش والنصرة كانوا ينتظرون المبايع لإعلان الإمارة من الشمال هذه المجموعة تستشرس اليوم للبقاء وتضريب الجيش من طرابلس إلى الميني ومنطقة بحنين التي كمنت لدورية عسكرية وقتلت أربعة جنود بينهم ضابطان في وقت كان الجيش يستكمل ملاحقة مجموعة الشيخ خالد حبلوس وعلى الرغم من خسائر المؤسسة العسكرية واستهدافها في عقر دورياتها فإن لغة سياسي شمال لا تزال غير حاسمة وتحاذر زعل أي طرف كأن يتحدث المجتمعون في منزل النائب محمد كبارة عن الاستخدام المفرط للقوة وتأكيدهم على تطبيق الخطة الأمنية بالأسلوب السلمي الذي جرى سابقا على اعتبار أن من يقتل الجيش ويلاحقه ويضعه هدفا يجب التعامل معه كمجتمع مدني أو منظمات إنسانية وأن نحاورها حوار الحضارات قيادات ترابلوس لم تعطي موقفا بعد يأتي على مستوى دماء الجيش وخيرة شبابه ولا دموع ذويهم فالكل يبحث عن مخرج لنفسه يتضامن فيه مع الجيش ويحفظ خط القاعدة الشعبية ويؤكد حرصه على المدنيين الأبرياء لكن لم يسألوا أنفسهم لماذا اتخذ الإرهاب من المدنيين دروعا بشرية ومن يستعملهم لإنقاذ نفسه من المؤكد أن حرص الجيش على المدنيين هو كحرصه على جنوده وأنه لم يرتضي اتفاقا لوقف النار لكنه خضع لشروط الممرات الآمنة فقط لأجل هؤلاء المدنيين الذين أصبحوا متاريسا للإرهاب وقد وفرت المؤسسة هذه الممرات قبل أن يطلب رئيس الحكومة من قائد الجيش هذا الأمر وعطائه التعليمات لإجلاء الجرحى والمصابين وإخراج المدنيين فالجيش الذي كان وافق الخطوة العسكرية يمشي منقذا ترجمة نانسي قنقر